طبعا هناك قرارات مهمة وشعب البحرين يستاهل أكثر من ذلك لكن هذه القرارات هي قرارات مرحلية ونطمح للأفضل دائما القرارات المهمة أولا تخصفية المتقاعدين تم التوافق مع الحكومة ومدلس الشورى على أن تكون هناك زيادة في رواتب المتقاعدين بمقدار 40 دينار لكل متقاعد يقررات بعن 1500 دينار وتصرف بيئة الرجعي من يناير حيث أن يكون المبلغ الذي ينزل في شهر ستة 240 دينار وهذا يعتبر إنجاز يحسب لمجلس النواب والحكومة ومجلس الشورى أنه ساهمنا في تعويض المتقاعد عن وقف زيادة الثلاثة في المئات وتحسين مستوهى المعيشة أيضا الموظفين الحكوميين ما نسيناهم أيضا هناك 40 دينار ستصرف شهريا لكل موظف حكومي و35 دينار أخرى للموظفين الآخرين في علاوة تحسين المعيشة أيضا بالنسبة حق المعاطين الإعاقة الشديدة وافقت الحكومة وتوافقت مع اللجنة على أن يكون المخصص الجديد 200 دينار بدل 100 دينار ولم ننسى القطاع الخاص ستكون هناك مبادرات عديدة للتوظيف ودعم رواتب البحرينيين في القطاع الخاص خاصة لأصحاب التخصصات مثل المحاسبين الموارد البشرية المهندسين ستطلق مبادرات عديدة عبر تمكين لدعم الرواتب والتوظيف لدعم البحريني في القطاع الخاص سيكون هناك رفع لرسوم سوق العمل على الأجانب بحيث يكون البحريني هو الخيار الأفضل للتاجر والقطاع الخاص للتوظيف كل هذه المبادرات ستتم التوافق عليه الحمد لله وأعتقد سنناقشها في الجلسة المقبلة نقرها بسرعة المقبلة